وفقنا على خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة أسماعيل والد الشيخ السلام ممكن حتى بعد كل هذه الدماء ولم يتبق بيننا وبينه سوى خطوة شجاعة واحدة هكذا تحدث رئيس الحكومة أحمد عبيد بن داغر من الرياض دعياً سلطة الانقلاب في صنعات الجنوح إلى السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة صنعاء وتعز والعديدة والمدن والمناطق الأخرى وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به حسب قوله خطاب غامض ظاهر دعوة إلى السلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وباطنه الموافقة على خطة والد الشيخ الذي سبق لسلطات الشرعية رفضها أو مناقشتها لأنها بحسب رؤية الحكومة منحزة للميليشيا ما جاء في تصريحات رئيس الحكومة لا يختلف كثيراً عما ورد في خطة المبعوث الأممي إذ أن الانسحاب من المدن بهذه الكيفية هو نفسه الوارد في الخطة تحت بند الانسحاب من المنطقة ألف أما الطرف الثالث الذي يمكن الوثوق به فهو بالتأكيد لن يكون الجيش الوطني الذي بقيت الحكومة مصرة على أنه من يجب أن يستلم السلاح وصفي ممثلاً للشرعية والدولة اليمنية بعد انخراط تشكيلات الجيش القديم ضمن الوحدات المقاتلة مع الميليشيا في هذه اللحظة التي يبدو أن سلطة الشرعية تتعرض فيها لضغوط كبيرة للموافقة على خطة المبعوث الأممي المدعومة دولياً تقاصرت الاعتراضات المطروحة من قبل السلطة حتى صارت منحصرة على جزئة الرئاسة وصفها آخر ما تبقى لديها من شرعية وتبدو الحكومة مستعدة في هذه اللحظة للتنازل عما عدها مما كانت ترفضه بانتظار اللحظة التالية التي يبدو أنها لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت والتنازلات من قبل الشرعية في الأثناء وصل وزير الخارجية الأمريكي للعاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات مع المسؤولين العمانيين بشأن الأزمة اليمنية في الوقت الذي يتواجد هناك وفد من ميليشيا الحوثي وهو ما يعني أن الترتيبات السياسية لحل الأزمة اليمنية قد وصلت ضروتها وأن اللحظة القادمة قد تشهد تطورات متسارعة باتجاه فرض خطة المبعوث الأممي بعد هذا الموقف الحكومي الجديد وغير المتوقع اشتركوا في القناة